بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على عدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين ذكرنا في الحلقات الماضية أن هناك عادات اجتماعية وهناك ثقافة إسلامية أصيلة قد تلتقي هذه العادات مع الثقافة الإسلامية بأن تكون تلك العادة من شاءها يكون من شاءها هو الثقافة الإسلامية وقد لا يكون كذلك في هذه الحلقة والحلقات القادمة نتكلم حول الثقافة الإسلامية الأصيلة ومقوماتها وقبل أن نبدأ بمقومات الثقافة الإسلامية الأصيلة نقدم مقدمة هذه المقدمة نتطرق فيها إلى أنه إذا نحن لاحظنا الثقافات المختلفة لمختلف الشعوب نجد أن كل ثقافة نمت إلى جانب الدين فهناك تلازم بين الدين وبين الثقافة قل ما نجد ثقافة من غير الدين أو دينا من غير ثقافة بمعنى آخر إذا قرأنا التاريخ المكتوب ولاحظنا أيضا الحالة في العصر الحاضر نجد أنه هناك تلازم بين الدين والثقافة طبعاً الأديان قسمان أديان إلهية وأديان بشرية بمعنى أن هناك دين أنزله الله سبحانه وتعالى وهناك أديان بشرية لم ينزلها الله سبحانه وتعالى وإنما هي من صنيعة البشر طبعاً الأديان الإلهية هي منشأ وسبب للثقافة يعني الدين الإلهي بجنبه ثقافة هذا الدين هو سبب ومنشأ لتلك الثقافة أما الأديان البشرية بعكس ذلك يعني الثقافات الاجتماعية التي كانت تحملها أمة من الأمم أو شعب من الشعوب تلك الثقافة سببت ديناً فالأديان الإلهية هي سبب لإيجاد ثقافة للمجتمعات والشعوب والأمم أما الأديان البشرية فهي وليدة لثقافات الشعوب والأمم ونحن إذا درسنا هذه الأديان المختلفة البشرية نجد أن الثقافات أو الثقافة التي كان يحملها هؤلاء هذه الثقافة صبت في قوالب دينية صبت في طقوس دينية وبالتدريج تحولت تلك الثقافة إلى دين فأصبح هناك تلازما بين ذلك الدين وتلك الثقافة وإذا لاحظنا الأديان الإلهية الإسلام مثلا وهو خاتم الأديان والشرائع إذا لاحظنا الأديان الإلهية بشكل جزئي إذا لاحظنا الإسلام نجد أن الإسلام أرسى ثقافة للمجتمع الإسلامي ونسخ الثقافات التي كانت موجودة قبل الإسلام ولذلك يعني لوجود هذا التلازم بين الدين والثقافة فالمجتمعات التي تتخلى عن دينها سواء كان دين صحيح أو كان دين باطل لأنه الآن نحن نتكلم بشكل عام في هذه المقدمة وبعد ذلك نتكلم بشكل خاص حول الإسلام المجتمعات التي تتخلى عن دينها فهذه المجتمعات بالتدريج سوف تتخلى عن ثقافتها أيضا ولذلك نشاهد بعض مفكري الغرب في الحال الحاضر هؤلاء يطالبون بإحياء الديانة المسيحية في الغرب لأنه وصلوا إلى هذه الحقيقة بأنه مع إلغاء الديانة المسيحية من حياة الغربيين فإن الثقافة الغربية فقدت عنصرا مهما من عناصر بقائها ومن مقوماتها أحد كبار المفكرين في أوروبا له كلمة ننقلها بالنص النص المترجم يعني يقول هذا المفكر لكي تبقى أوروبا موحدة قادرة على مواجهة أعدائها نحتاج إلى إحياء التراث المسيحي لصد البرابرة الغازين وخاص المسلمين هناك تركيز وخاص المسلمين الذين تمثل الثقافة الدينية أمرا بالغ الأهمية والحيوية بالنسبة إليها هذا المفكر الأوروبي الغربي وصل إلى هذه الحقيقة أن انسلاخ أوروبا من الديانة المسيحية سوف يعرض الثقافة الغربية الأوروبية إلى خطر وحسب تعبيره إلى غزو الثقافات الأخرى وبالخصوص يركز على المسلمين لأن الثقافة الإسلامية أقوى من الثقافة الغربية فبناء على ذلك هذه الثقافة لها حالة من الوثب ومن الغزو حسب تعبير هذا المفكر الغربي فلصد الغزو الثقافي الإسلامي حسب تعبيره يقول ينبغي إحياء التراث المسيحي لأن لأننا كما نعلم الغرب في الحقيقة تحول إلى ملحد بشكل عام وإذا هناك تسمية لهم بالمسيحيين فهي مجرد تسمية وإلا تخلوا بشكل كبير جدا أو أكثرهم عن النصرانية بحيث أن أحد القساوس البريطانيين عبر هذا التعبير قبل عامين يقول بأنه لم تعد أوروبا قارة مسيحية وإنما تحولت إلى قارة ملحدة فإنسلاخ القارة الأوروبية عن المسيحية عن التراث المسيحي التفت إلى أنه سبب لتعرض الثقافة الغربية الأوروبية إلى خطر من قبل البرابرة حسب تعبيرها ومن قبل المسلمين بالخصوص لأن المسلمين يمتلكون ثقافة إسلامية وهذه الثقافة الإسلامية ثقافة قوية جدا بحيث أنه إذا لم توجد أمامها موانع هذه الثقافة لها قابلية وذاتية الانتشار والتوسع وإذا نحن لاحظنا التاريخ نجد الأمم التي دخلت إلى الإسلام لم يكن دخولها إلى الإسلام بالسيف كما يزعم أعداء الإسلام والدليل على ذلك أن هناك أقليات دينية من اليهود والنصارى وغيرهم في بلاد الإسلام من يوم الفتح الإسلامي وإلى يومنا هذا ولم تتعرض هذه الأقليات للإبادة ولا للإجبار لتغيير المعد معتقد في هذا التاريخ الطويل من 1400 عام وإلى يومنا هذا وإنما هؤلاء تحولوا إلى الإسلام بسبب قوة الإسلام وحتى الذين غزوا البلانة الإسلامية كالمغول بعد فترة تحولوا إلى الإسلام مع أنهم كانوا غازين وكانوا قاهرين عسكريا ولكن ثقافة المغلوبين يعني المسلمين لأنها كانت أقوى تغلبت عليهم ولذا تحولوا تدريجيا إلى الإسلام وانتشر الإسلام في مناطق لم تفتح عسكريا ولعل الآن أكثر المسلمين يعيشون في العالم يعيشون في مناطق لم تفتح بالسيف وإنما تحولوا إلى الإسلام بالتدريج وعن قناعة فعلى كل حال الثقافة الإسلامية ثقافة قوية لها ذاتية النمو والانتشار فهؤلاء التفتوا إلى أنه انسلاخ الأوروبيين عن التراث المسيحي عرض الثقافة المادية الغربية الأوروبية إلى خطر كبير وخاص من المسلمين لأن هذه الثقافة افتقدت إلى مقوم أساسي يقومها وهو الدين فمن ذلك يتبين أن هناك تلازم وثيق بين الثقافة وبين الدين ولذا في مثال آخر نلاحظ المعارضة الشديدة من الدول الأوروبية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هم في الظاهر يقولون أن تركيا تفتقد إلى بعض المعايير للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ولكن هذا كلام ليس بصحيح وليس بسليم لأن هناك بعض الدول كانت تفتقد إلى هذه المقومات ومع ذلك ضموها إلى الاتحاد الأوروبي كاليونان مثلا ودول الاتحاد دول حلف وارشو يعني دول الأوروبا الشرقية التي كانت شيوعية هذه كانت تفتقد إلى مقومات الالتحاق للاتحاد الأوروبي وتركيا المقومات الموجودة فيها أكثر من تلك ولكن مع ذلك قبلوا تلك الدول ورفضوا انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لماذا؟ مع أنه كان يحكم تركيا العلمانيون والنظام التركي نظام علماني وحتى الآن حيث أن هناك حزب إسلامي يحكم في تركيا الحزب هو حزب إسلامي ولكن النظام في تركيا هو نظام علماني إلى الجذر وإلى الأعماق وتمكن الحزب الإسلامي من الوصول إلى السلطة لأنه تقبل النظام العلماني ودخل اللعبة السياسية مع قبول بقاء النظام العلماني لعل هناك يحدث كلام حول بعض الجزئيات ولكن الحزب الإسلامي قبل النظام العلماني لماذا يتم رفض انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي لأن تركيا بلد مسلم ولو أن النظام نظام علماني ولكن المسلمون هم الأكثرية الساحقة في تركيا والحجاب الحالة العامة لدى أغلب الفتيات والمساجد مليئة بالمصلين والناس أكثرهم ملتزمون بتعالم الإسلام بمعنى آخر الناس بشكل عام مثقفون بالثقافة الإسلامية العامة والأوروبيون يشعرون بالخطر من هذه الثقافة الإسلامية وعلى ضوء أن من الثقافة الإسلامية هو زيادة النسل وتكثير النسل والنفوس في تركيا باستمرار في تزايد بسبب العمل بقول رسول الله صلى الله عليه وآله تناكح وتناسل وتكثر في المقابل لأن الأوروبيين هؤلاء يحاولون الراحة ويدورون على الراحة الجسدية لهم تحديد في النسل بشكل شديد بحيث أن بعض هذه الدول والشعوب نفوسها في تنازل لا في تصاعد بمعنى آخر أن الوفيات أكثر من المواليد فلذا يخافون من أن ينظم إلى هذا الاتحاد مسلمون ينظم مسلمون إلى هذا الاتحاد ولو كان النظام نظاما علماني لخوفهم من الثقافة الإسلامية فعلى كل حال الثقافة والدين متلازمان في طول التاريخ وأي قوم تنازلوا عن دينهم هذا يؤدي إلى تنازلهم عن ثقافتهم أو قابلية ثقافتهم إلى الانهيار أمام الثقافات الأخرى الأخرى ومن مفردات العولمة هو بالنسبة إلى البلدان الإسلامية محاولة سلخ المسلمين من الإسلام لأن المسلمين إذا سلخوا من الإسلام يفقدون هويتهم ويفقدون ثقافتهم الإسلامية فيكونون كجسم فقد مناعته ومعرض لدخول مختلف الجراثيم في هذا الجسم فلذا يحاولون سلخ المسلمين عن الإسلام لكي ينسلخوا عن ثقافتهم ويتقبلوا الثقافات المستوردة وجربوا مختلف الوسائل العسكرية والقاسر والإرهاب والجابر وكل هذه المحاولات باعت بالفشل لقوة الثقافة الإسلامية فالآن من المحاولات سلخ المسلمين عن دينهم عن إسلامهم بتكثير الشبهات حول وجود الله حول الرسول صلى الله عليه وآله حول القرآن حول الإسلام حول العمة حول المعتقدات ومحاولة إيجاد بهرجة وإيجاد انبهار بالثقافات الأخرى فإذا سلخ المسلم عن دينه فقد ركنا من أركان ثقافته الإسلامية وتعرض إلى حالة فقدان المناعة من الثقافات الأخرى فبناء على ذلك الثقافة والدين متلازمان إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنتطرق إلى معالم الثقافة الإسلامية وكيفية ارتباط هذه الثقافة بالوحي وبالدين الإسلامي وبجذور الحق والحقيقة المتمثل في الإرادة الربانية هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر